اتكلمت كمان عن السفحون وذكرت بعض الشخصيات السياسية والأحداث كمان السياسية اللي توقفت عندها وخليت القارئ اللي أرى من قاله أنك تعرف يتوقف عندها دي حاجة ودي حاجة السفحين هو طلع في مصر موضة السفحين مع مسلسل سفحة الجيزة فالناس كلهم عندهم اهتمام شديد بدا وعكده الناس مثلاً إحنا دلوقتي عندنا سفحة تجمع اللي هو دلوقتي تلاتة والناس متخيلين ده رقم كبير بينما احنا شفنا زمان تاريخنا كان فيه سفحين كتير وكان فيه أحداث من الخطة قتل سبعين واحد جرائم زي كده كتير جداً الخطة قتل سبعين واحد فيه اللي قتل خمسة أو اللي قتل اتناشر فيه عندنا سفحة زي التوربيني ده مصنف عالمياً في الخطة المتسلسل قتل حاجة وعشرين واحد يعني قصة كثيرة وانا بقول دايماً بقول للناس احنا مئة مليون أو مئة وعشرة مليون لو احنا من ضمن المئة وعشرة مليون دول مئة ألف واحد مئة ألف واحد دول نسبتهم كام واحد أقل من واحد من عشرة في المية احنا بنتكلم على نسبة مش بينة بس المئة ألف واحد دول هيبنوا قدامك انه هما كتير وصفهم مش كتير احنا كتير اتكلمت عن الأحداث بطريقة مختلفة وده يمكن برضو كان من ضمن أسباب نجاح الكتاب وهي انك بتصور الحكاية لمشهد وبتقسم الحكاية لأكتر من مشهد وكأنك بتقدم للقارق مش بس حكاية لأنك كمان بتصورها له طبعا كلمني شوية عن فكرة تصويرك للكتابات اللي حالتك بتكتبها وتقسيمك لعدد المشاهد بص أنا حسفت بإيه لو قلت معرومات كتير قوي فخلت اللي بيتفرج أو اللي بيقرأ دماغه تروحه وفي الآخر ما يفتكرش حاجة لا هو في الآخر الناس مش كل الناس عندهم نفس خضر من الصخافة لكن كل الناس عندهم نفس ممكن تخلق الاهتمام عندهم فالاهتمام بيزيبقى إزاي؟ بأنك تحكي لهم حكاية فأنا من هنا فكرت فكرة عد معي إن أنا أي حكاية أو أي موضوع هحكيه لك هقسمه فأولاً لما قسمه إنت مستني اللي جاي في إيه والعنصر اللي بعده أو المشهد اللي بعده هايبقى في إيه تاني حاجة المشهد مش هبقى طويل المشهد ممكن يكون دقيقة دقيقتين فأنت مش هتزاق وإنت تسمعه مش هتتوه بني وأنا بحكيه لك وبديك نفس لأن أنت وإنت داخل على المشهد اللي بعده وإنت ارتحت وبعد كده بصفت تاني عشان تقدر تدخل على اللي بعده فما تحسش أن الحكاية كلها بقت غيصة ببعض تاني حاجة بعدي لنفسي أنا وأنا بحكي إن أنا أعمل هيكل للحكاية كل عنصر فيه كل مشهد أو كل عنصر فيه حكاية على بعضها أنت بتسمحها على بعضها وبتوديك للحكاية اللي بعدها ومن هنا جات فكرة عد معايا اللي هي تكون الحاجات كلها فيها تأسيم الحكاية المشاهد لأنني لو نفس الموضوع إنت لو إنت قرأت الكتاب كل فصل فيه 15 صفحة إنت أصلاً وإنت بتقري عينك هتتعب فده أصلاً تكنيك صحة فيه كانوا يقولون لنا أن أنتوا قسموا التحقيق أو الحوار لفخرات كل فخرة يكون لها عنوان فرعي فاللي بيقرأ عينه ترتاح ويكون قادر على إنه يكمل تاني حاجة يكون عنده شغف أن في الآخر أحكي حكاية أنا عايزك تسمع وتبسط ولو في الآخر وأنت بتبسط أخذت 3-4 معلومات أحسن لي من أنت أحط لك 100 معلومة وتزهق وما تكملش أو تقرأ وما تفتكرش لتنين وفكرة إنه تكنيك صحفي هو فعلاً تكنيك صحفي لأنه أعتقد أنه عمل حضرتك كصحفي إداك القدرة على لفت انتباه القارئ وإداك القدرة على جذب انتباه القارئ وده مهم جداً إنه يكون موجود بقى في الكاتب بس في الصحفي لأنه أنا النهاردة ككاتب عشان أقدر أنجح وأوصل للقارئ بتاعي وأخلي ما يزهقش وأخلي ما يملش وأخلي يستمتع بسردي للأحداث أياً ما كانت إي شكل الأحداث اللي أنا بكتبها أعتقد إنه محتاج التكنيك اللي عندك وده أنت استفدتوا بقى من الصحافة أوه بالضافة أنا عمليك صحفي بيديني مسؤولية تانية إنه أنا ليه شخصية قد أنا بقولك إن أنا صحفي أنا صحفي الأهرام أيوة طبعاً فأنا بيني وبينك عهد إن أنا ما ينفعش أكون بضحك عليك صحيح ما ينفعش بحط لك أول معلومة بليها قدامي أيوة ما ينفعش أكون بقولك معلومة وتيجي تقولي غلط لأنه لو أنا صحفي وبتقولي المعلومة غلط دي كارثة بقى لا دي مش هنوصل لها أبداً إن شاء الله لا يعني مش في تاريخنا أبداً بس عقل أنت مش قصده أيوة فأنت تاني حاجة إنك صحفي أنت عندك مسؤولية أنت شخص معروف مش شخص مجهول بالنسبالك قاعد في البيت حط قدام موبايل قال كلمتين لا أنت ممكن تعمل سيرش بإسمي هتلاقي لي هتلاقي تعرف أنا شغال فين وعملت إيه صحيح فده بيخلق نوع من العهد بيني وبين اللي بفرج علي إن أنا ملتزم وإن أنت بتفرج حتى لو مكنتش تعرفه قبل كده بس وصحفي